بالمواهب الفنية نعود إلى أخبارنا الوطنية وأيضا نختم فبقرية الفنانين بزيرالدة أشرف اليوم زير الاتصال عبدالقدر مساه الرفقة المدير العام لتليفزيون الجزائري تفيق خلادي على انطلاق مسابقة الحام وشباب في طبعتها الخامسة وهو برنامج لاكتشاف واختيار أفضل المواهب سخر له طاقم تقني وفني لتحذير البرايمات وسيكون موعد أول برايم في الثامن والعشرين من الشهر الحالي دلال بوتب المدرسة تعود هذه السنة بخمسة عشر طالبا بدل عشر وزير الاتصال عبدالقدر مساه الاشرف على انطلاق مسابقة الحان وشباب أحد أقدم برامج التليفزيون الجزائري هذا من برامج التليفزيون لأظن أهم برامج اللي يسمح للطاقات الموجودة بالخصوص عند الشباب حتى يعرفنا بمواهب وكما ذكرت منذ 73 نجوم كبيرة عرفها هذا البرنامج إلى الجزائر وحتى إلى العالم الصوت الجميل لا يصنع فنانا متميزا دروس نظرية وتمرينات على الآلات الموسيقية لاكتساب تقنيات الأداء الجيد بالموهبة لا يوجد خبرة موسيقية لا يعني موسيقى لا يعني مقامات لا يعني هذا الشيء كامل سنتعلم هنا إن شاء الله الحب الفن وحب الموسيقى وحب الأشياء هذه اللي تعلق بالفن يعني الإنسان خصه يضحي على الأقل بشي 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 وصل الميساج تاعه ممكن ما يغنوش ما رامشه هنا فقط ولكن يخصوهم بالك بعض الحاجات كالي مثلا عنده صوت ماشي واسع ممكن بلا تكنيك فوكال ممكن ننسعوا للصوت التاعه كالإنسان بالك الصوت التاعه عنده بعض الحاجات ماشي دقيق الصوت التاعه ممكن نصلحوا لهذه الحاجات ولكن همارا مواجدين للغناء فقرات للرياضة وأخرى للتدرب على الخشبة لتحذير أول برايم الجديد في البرمجة الآن وللآن فيه كوريغرافيا من ناحية كين تقنية الصوت ودروس خاصة بتصحيح مخارج الحروف بالنطق السليم بتقنيات الأصوات مثلا برامج ثرية وطاقم تقني وفني متميز لتلقين هذه المواهب الشاب أبجديات الغناء فقد يكون بينهم نجوم للغد الحانواء شباب الطريق إلى النجاح